السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معاكم أممياء لتفسير الأحلام بشكر جدا كل الناس اللي بتشترك معايا في القناة وبشكر جدا كل الناس اللي هتتواصل معايا في القناة ياريت حضراتكم بتتواصلوا معايا أكتر وبتشتركوا معايا أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى أحبتي في الله النهاردة هنتكلم عن رؤية البرتقال أو عصير البرتقال للبنت العزباء في المنام ده بيدل على إيه؟ إن شاء الله بإذن الله ده اللي هنقول النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسولنا بالنسبة لرؤية البنت العزباء لو شافت إن هي بتشرب عصير البرتقال ده بيدل على إيه؟ ده إن شاء الله بإذن الله بيدل على إن هي سوف تخرج من الكروب والضيق والهموم اللي كانت بتمر فيها في الفترة الماضية لها يعني هي إن شاء الله بإذن الله ربنا هيفك عنها كروبها وهيزيل همومها والضيق اللي كان في صدرها إن شاء الله بإذن الله سوف تتخلص منه بأمر الله تعالى وإن كمان هنا هي هتنول الرفاهية بعد ما كان التعبانة نفسية إن شاء الله بإذن الله هتنول الرفاهية والراحة البال والسعادة القادمة لها في الفترة القادمة لها وإن هي كمان هتكون في الفترة القادمة لها إن هتكون في نجاح في عملها أو في دراستها وهتكون نشيطة جدا جدا في الحياة بتاعتها القادمة لها بأمر الله تعالى يعني رؤية عصير البرتقال للبنت العزباء هنا من الرؤية الجميلة جداً لها بأمر الله تعالى إن شاء الله بإذن الله يرزق كل بناتنا رواحة البال وزوال الهموم والمشاكل وفق الديق وربنا يصلح لهم جميعاً ويسعدهم جميعاً يا رب العالمين أشكركم جداً على حسن استماعكم لي وأرجو المشاركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته